الحراسة وده طبعا مدير عام نادي بورسعيد المتهم قام بعض مشجع ألترس مصراوي بالتعدي على السيارات لعيبي بعض فرق الشركات التي تشارك في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد بالكتابة على السيارات وتهددهم وإلا ستعرضون للإيزاء وتم حرير محضر في قسم شرطة الملاخ بذلك وعليه قام اللواء سامح ردوان مدير أمن بورسعيد بالغاء دورة الشركات ببورسعيد أنا مش عارف يعني إيه ألترس مصراوي عملوا ده ليه ومش فهموا ويعني بصراحة كل ده خروج عن النص وخروج عن المألوف وخروج عن القانون